التمتع بنماذج الأسماك المختلفة ومشاهدة الشعب المرجانية بأشكالها كافة هي طموحات الزائرين لمتحف العلوم البحرية لاحتوائه على ثروات طبيعية نادرة من المخلوقات البحرية المهددة بالانقراض ما جعله قبلة لسياح مدينة العقضة أشياء جديدة ومعرفة جديدة ومعلومات عامة حلوة وأماكن جذب سياح مهمة لنا في الأردن أن تكون موجودة المعرض يستخدم بالدرجة الأولى كمركز علمي وتدريبي لطلبة الأحياء البحرية في الجامعة الأردنية وجامعة اليارموك وفي الدرجة الثانية كمركز للتوعية بأهمية البيئة من خلال إبراز تنوع الثروة البحرية الفريدة التي يتميز بها خليج العقضة بالإضافة إلى كونها مزارا سياحيا ومصدر دخل لمحطة العلوم البحرية لدعم تمويل أبحاثها معرض الحياة البحرية يفتح 365 يوم في السنة لا يغلق أبدا زي ما نشايفين يحتوي على الكثير من الأحواض التي تعرض للمجتمع المحلي والزوار الكائنات البحرية والمرجان وتعرفهم على الحياة البحرية تحت البحر طبعا هذا الأمر له كثير جبيات من ناحية أنه يعني زرع الحس الانتماء في نفوس الزوار فيما يخص المحافظة على البيئة البحرية في خليج العقبة أسماك الزيني حقيقة هنا تقارب يعني عددها ما يقارب من حول الـ 400 إلى 500 نوع المنطقة يعني جغرافية صغيرة جدا تعتبر بمقارب مع المناطق الأخرى تعتبر المناطق الغنية جدا وهذا هو اللي بميز عندنا خليج العقبة حيث أنه الشعاب المرجاني وأسماك الزيني هي يعني هي العنصرين الأساسيين لجمال المنطقة المعرض يضم مجموعة مميزة من المرجان والأسماك بما فيها سمكة دجاجة البحر وسمك الجراح بأنواعه وثعبان البحر وسمكة الفراشة المقنعة بلونها الأصفر الصاطع والسمكة الذهبية بلونها البرتقالي الزاهي وسمكة الإمبراطور التي تعد لوحة فنية تجمع بين اللونين الأزرق والأصفر بطريقة بديعة بديل أصفر ذي شكل مميز إضافة إلى العديد من الأسماك المختلفة